اشتركوا في القناة هو المفترض ان الكلام ده للاقامة السياحية هو لو قعد برا تركيا اكتر من 120 يوم فهو لا يحقله انه هو يجدد الاقامة بتاعته لانه هو المفروض ان انا جاي اقيم في تركيا ان انا اعمل سياحة في تركيا في الفترة السنة دي فازاي بقى ان انا بسيبها وبخرج منها وبرجع لبلدي اصبح كده الاقامة ملهاش اقامة اي معنى فبالتالي ما بيحصلش انها تجدد تاني بتوقف بيوقف عليها التجديد يعني ما بيروحوا يقدموا للتجديد بيترفض التجديد لكن بالنسبة للإقامة العقارية المفروض انه هو في القانون اللي بيشتري عقار بيبقى اسمه حارس عقار انا دلوقتي اشتريت عقارات وبعمل استثمار عقاري بأجر الشوء بتاعته دي في تركيا وطبيعي بقى اعمل اقامة عقارية علشان ان انا اطلع وادخل براحتي ان انا قادر اشوف اتابع العقار بتاعي فمش من المنطقي ان الاقامة تسقط او ان الاقامة ما تجددش لان انا ليه حق ان انا ادخل اتابع عقاري او الشيء بتاعي اللي هو موجود داخل تركيا العقار بتاعي اللي موجود داخل تركيا فبالتالي ده شيء غير منطقي لو كان الكلام ده حصل لحد اقامة عقارية من الوالد انها تكون خطأ وبالتالي المفترض ان اللي حصل معاك ده ياخد اجراءات قانونية ان يشوف حل القصة دي لان هو مش منطقي ابدا ابدا يعني لكن وارد جدا بيحصل اخطاء من موظفين في ادارات الهجرة وانا قلتلكم قبل كده ان كل واحد في ادارة الهجرة كل موظف له وجهة نظر وبيشتغل بمزاجه وهو داعي بالاقامات والادارة الهجرة هنا في تركيا في جميع الولايات بقية السؤال او السؤال التاني لنفس الاخت الكريمة متابعة القناة بتقول وازاي نعرف لو العقار ما كانش مستخدم قبل كده في استخراج اقامة او جنسية وهل ده بيأثر على استخراج الاقامة ولا لا كنت قبل كده ذكرت موضوع تثبيت النفوس تثبيت النفوس ده اللي هو قيد العنوان بتاعنا بالاشخاص اللي موجودين في الشقة يعني بذبت ان قصرتي بكل الافراد بكل الاسماء بتاعتها موجودين في العنوان ده وبيقام تسجل في النفوس لما باجي اسكم في الشقة ما بروح اسجل النفوس بيتقفل او بنجيب مثلا اللي هو الفاتورة او الحاجة اللي بتثبت ان احنا موجودين في الشقة فاتور الكهرباء او غاز او مية فبنثبت ان احنا موجودين فبالتالي بيتشال الشخص اللي قبلنا من القيد تمام ده لو احنا مقجرين لو احنا بقى شهريين كمان ده طبيعي ان خلاص الشقة بتتسجل على السيستم ان هي دي اتسجلت لشخص تاني فبالتالي لما بروح اسجل النفوس باخد الطابو معايا وبقدمه وبقول ان انا دلوقتي ساكن الجديد ما بيقصرش علي لا ان في حد كان نواخدها قبل كده لانه هو خلاص بيتشال هو من المكان دوت ولا جنسية ولا اي حاجة بتفرق معايا انا ما عنديش مشكلة انا خلاص اثبت ان انا بقيت صاحب العقار الجديد فده ما فيش اي مشكلة في بعد ما بنثبت النفوس عليها السؤال اللي بعد كده من وجهة نظري من اجمل جملك ام دانيا وهل توكت عبرات من جملك لاسطنبول واخيرا كامل مسافة بين جملك وبورصة في نفس السياق كان فيه سؤال تاني بيقول بما انك زورتي مدانيا وجملك برأيك من افضل للمعيشة العائلية وايش الفرق من حيث نقاض القوة والضعف بين المدنتين بصوا حضراتكو يعني حضراتك قلت زورتي انا زورت مجرد ان انا زورتها انا ما عيشتش فيها فما اقدرش اعرف مساوئها ومميزتها من مجرد زيارة مستعدش ساعتين يمكن في كل مرة او يمكن مرة انا اعطيك مدانيا يوم من الصبح بدري الاخر اليوم قبضيط اليوم هناك يعني ده ما يبين ليش مميزتها وعيوبها لكن الحق يقال انا سألت فيها ناس اطراق بقولهم يعني لو انا حب ان انا اقجر شقة هنا واجعيش في مدانيا وكده كنت سألت على العقارات وكده وبعدين هم امائلين لي ايه الاسعار وكان وقتها بقى الكلام ده من حوالي سنة يعني قالوا لي الاسعار وامائلين لي بس يارد تفقري يعني عيدي التفكير في الموضوع ده في اشارة يعني انها مش هما مش مرتاحين فيها الله اعلم هل هما بيقولوا لي الكلام ده من باب ان هما مش عايزين عربي ييجو تاني يعني ولا هو فعلا فيها حاجة الله اعلم لكن انا حبيت ان انا اقول لكم يعني حاجة تقلت لي لكن انا وقتها انا ما استريحتش في مداني يعني عجبتني كأن انا ممكن اروح اتفسح او كده يعني لكن كمعيشة ما حست هاش مش معنى ده انها مش كويس لان الموضوع موضوع رحات جملك حست فيها براحة اكبر وبرضو مش ممكن ما تكونش هي الاحسن من مداني زي ما قلتلكم الموضوع بيبقى محتاج حد عايش جوه المدينة نفسها هو اللي يتكلم ويقول هو شايف مميزاتها ايه وعيوبها ايه لكن انا شايفة ان مواصلات جملك احسن من مواصلات مداني مثلا دي ميزة يعني كل عشر دقايق فيه اوتوبيس بيطلع من من جملك لوسط برصة وفيه اوتوبيسات لمدانية فده انا شايفة ان مواصلاتها سريعة ورا بعد ورا بعد وكده فيه ميزة تانية في مدانية مثلا ان فيها العبارة اللي بتروح لاسطنبول فدي المواصلة على فكرة ما فيش من جملك لكمان لاسطنبول من جملك العبارة من مدانية يعني بتاخدوا مواصلة لمدانية حوالي نص ساعة وبعد كده بتركبوا العبارة لاسطنبول تمام؟ فكل مكان فيه مميزاته وعيوبه بيتختلف من وجهة نظر شخص لوجهة نظر شخص تاني من راحة شخص لراحة شخص تاني لأولويات كل واحد عن التاني بس كده لكن اللي انا بقدر اساعدكم بيه ان انا بصور لكم الاماكن دي بعمل لكم فيها جوالات بعرفكم اسعار الايجارات المدارس الخدمات ايه اللي موجود فيها وايه اللي مش موجود وحضراتكم اللي تقدروا تكرروا لكن الاحسن والاريح ده من وجهة نظركم لازم اللي تحسوها وتشوفوها بنفسكم لكن انا بعرفكم معلومات عن كل مدينة بمنتهى الحيادية انا حتى في الفيديوهات ما بسكرشي ان كنت حباها او مش حباها او كده يعني انا بسيب الامر ليكم لكن لو في عيب واضح انا شايفا انه داعب لازم بقوله بقول لكم المميزات وانتو بتكرروا بالنسبة للمسافة ما بين جيملك وبورصة حوالي نص ساعة لخمس دقائق وجيملك بينها وبين يولوة نص ساعة ممكن تركبوا العبارة من يولوة او ممكن تركبوا العبارة من مدنية وتقريبا نفس المسافة ما بينهم وكمان فيها تيرمنال بيودي لجميع المدن التركية انا كده اكون رضيت على السؤالين اللي كانوا بيسألوا عن جيملك ومدن في سؤال كمان بالنسبة لبورصة عموما ومدنية خصوصا بيقول نريد معلومات حول الاقامة في بورصة او مدنية هل هناك اقامة او ممنوعة مثل اسطنبول حاليا الاقامة السياحية في تركيا يعني كلها رفض حاليا الاقامة العقرية هي اللي شغالة لكن الاقامة السياحية ملهاش دلوقتي علاقة بقى بالمنطقة او كده هي لها علاقة بالسيستم العام في تركيا الاقامة السياحية بتطرفت ما سمعناش ان في حد اتقبل في الفترة الحالية الاخيرة يعني من حوالي مثلا اخر اسبوعين ممكن بقى كل رفض سؤال كمان اقامة الطالب بتطلع في انهي مرحلة من التعليم اقامة الطالب بتطلع في المرحلة الجامعية قبل كده اللي هو في مرحلة المدرسة بتكون الاقامة سياحية زي الاسرة او عقرية زي الاسرة على حسب يعني فالاقامة ما بتبقاش اقامة طالب غير في المرحلة الجامعية وعايزة كمان انوه لان في ناس بتفتكر ان انا طول ما ولادي في المدرسة هما هيجددولي الاقامة بتاعتي اللي هي السياحية كانت او كده لا هما منهمش دعوة على فكرة وموضوع تعليم ولادي في المدارس ما بيعطنيش اي ميزة ان هما يجددولي او كده لا خالص لكن بصفة عامة حاليا التجديد اللي موجودين في تركيا لحد الان بيتجدد لهم عادي الاقامة السياحية ده لحد الان الله اعلم ايه اللي ممكن يحصل بعد كده ربنا يسطرها فيه سؤال كمان بيقول ممكن توضحنا لو شخص نزل بورصة سياحة ايه افضل الاماكن والمولات طبعا بورصة مليانة اماكن سياحية ومولات طبعا فيه اماكن اسرية ودينية وانا امكان قدمت فيديوهات منها زي الجامع الكبير والجامع الاخضر ومنطقة الضريح الاخضر وفيه جامع مراضية وجامع يلدرم وفيه متحف الاسر الازيم ومتحف الاسلام التركي ومتحف اتاتورك وفيه طبعا منطقة التوب هاني اللي هي منطقة القبر الغازي عثمان وده برضو انا قدمت فيديو منها وفيه حديقة كولتور بارك وفيه طبعا الشجرة التاريخية اللي هي الشجرة المعمرة وفيه حديقة الحيوان وفيه طبعا جبل قلودا طبعا معروف وفيه شلالات كاستل وفيه بحيرة ازنك وفيه طبعا اماكن على البحر زي جيملك ومدانيا وطبعا جبل قلودا فيه التليفريك وفيه التتلق طبعا على الجليد فيه الاشهر اللي بيقى فيها جليد او كده طبعا فيه اماكن كتير جدا جدا وفيه ماركة مول بقى وكورو بارك ودول برضو قدمت منهم فيديوهات فيه مولات كتير جدا فيه ازدريك بارك كمان وفيه مول الكنت الاماكن كتير 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 ومهما عدنا مش هتخلص يعني وان شاء الله قدر ان انا اقدم لكم منها فيديوهات اخر سؤال معنا النهاردة توقعكم بمستقبل تركيا بالايام الجاية هل رح يرجعون يسهلون المعيشة للاجانب ولا تتوقعون تصعب اكتر والله يعني لا يعلم الغيب الا الله لكن اتوقع وده يعني معظم الناس بيقولوه يعني مش انا بس يعني او كده الناس كتير بتقول ان لا ده الموضوع حيبقى اصعب واصعب لحد عشرين تلاتة وعشرين بعد عشرين تلاتة وعشرين الله هو اعلم الوضع حيتغير لايه بقى بالزبط لكن لحد عشرين تلاتة وعشرين اعتقد ان الموضوع هيصعب اكتر يعني الفترة دي هتبقى صعبة جدا على تركيا السنة دي الحد ما هنعديها ان شاء الله ربنا يسطرها باذن الله ولعله توقعنا ده ما يكونش صحيح وتجد في الامور امور وترجع الاقامة السياحية وترجع الامور لطبيعتها والله كريم يارب يكون الفيديو النهاردة عجبكم ياريت ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واللي اول مرة يشوف القناة يسعدني باشتراكه ويفعل زر الجرس علشان يوصلوا كل جديد واشوفكم ان شاء الله بفيديو جديد من فيديوهات مصريا في برس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر